بعد ما توج صلاح ملكاً لإنجلترا الآن بقنا أمام ملك مصري جديد في ألمانيا اسمه عمر مرموش النهاردة مرموش أحرج العملاق البافاري ببايرني ميونيخ وأكبره على التعادل 3-3 في البونز ليجا لعبهم وحده سجل هدفين وصنع الثالث بأداة أبهر العالم دون مبلغ اكتفى هاركين بالمشاهدة ولسان حاله أروح منكم فين يا مصريين النهاردة عمر مرموش وكبدايات محمد صلاح مصر كلها تتفرج على عمر مرموش الأهاوي البيوت كل مكان بنشجع وننفعل مع كل الأطر هي هي بدايات صلاح هي هي بدايات الفخر والعزة وحاجة تفرح وبما أننا بنتكلم على الفخر والعزة فالنهاردة يوم يوم المصريين يوم العرب 6 أكتوبر النهاردة وأنا بفكر هقول إيه في اليوم ده هقول إيه مش كلام تقليدي مكرر حتى لو كلام حلو مكرر حتى لو كلام في عزة وفخر مكرر عادي يعني إن احنا نكرره كل سنة لمدة 51 سنة عادي بس حاولت يعني أفكر في كلام جديد بصراحة ما نهيتش هو أصلا في أحلى من إيه اللي اتعمل في 6 أكتوبر الحكاية حكاية جيل بعد جيل أنا من الناس اللي ما حضرتش حرب أكتوبر فيه ناس كتيرة بتتفرج عليها دلوقتي ما حضروهاش بس يا أخي اليوم بييجي وتحس بعزة وفرحة ونصره وفخره وحاجات كده جواك مش طبعية تشوف الفيديوهات تشوف في الخطابات بتاعة الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات تشوف كل حاجة تخص حرب أكتوبر تحس كده اللي انت يعني في السماء إيه البلد دي إيه الأبطال دول وبعد كده تيجي تقول لنفسك والله مهما الواحد شئي والتعب وحاول يعمل لنفسه والبيت والبلده عمره عمره ما ييجي دفر دفر من دفر واحد من أبطالنا اللي كانوا موجودين في حرب أكتوبر الناس دي راح التحارب عشان الكرامة وعزة بلدها عشان خاطرنا جيل بعد جيل خلوا رأسنا مرفوعة في السماء وإحنا بنقول إحنا اللي محدش يكهرنا إحنا اللي محدش يقدر يهزمنا إحنا الأصل إحنا مصر حاجة تفرح وحاجة فخر كل سنة وحضراتكم طيبين عيد غير أي عيد دايماً 6 أكتوبر عيد غير أي عيد في العالم كله دا عيد غير التاريخ في مصر في كل الوطن العربي وفي العالم نرجع تاني لفخرنا واعتزازنا في الوقت الحالي عمر مرموش إيه يا جماعة دا نهاردة عمر مرموش بيلاعب بايرن ميونيك لوحده بايرن ميونيك عش تبقى فاهم يعني بايرن ميونيك أقوى بكتير من إنتراكت فرانكفورت أقوى أقوى جداً بس الكرة تيجي عند مرموش فيلم رعب فيلم رعب للاعب بايرن ميونيك هبا بيجري يسجل هدف هبا بيجري يصنع هدف هبا بيجري يسجل هدف تلات أهداف النهاردة مرموش شارك فيهم سجل هدفين وصنع هدف أداء مدهش ومبهر نفس البدايات ونفس الجمال ونفس العقلية مرموش عنده أهداف من أول يوم لما سافر من ودي دجلة وراح ألمانيا وراح فولفسبورج وراح لأكتر نادي في ألمانيا لحد ما وصل لإنتراكت فرانكفورت هو عنده هدف يكمل في أوروبا مرموش خرج من مصر عشان يفضل في أوروبا تعف في اللغة وتعلم تعف في الأمور البدنية وتعلم الراجل كان بيلعب جناح وبقى مهاجم وتعلم بقى واحد من أحسن المهاجمين في العالم دلوقتي بالفعل وبالأرقام بالأداء وبالإمكانيات بكل شيء شيء بشيء يذكر بالمناسبة يعني مرموش كان بدء مع دجلة جناح نشيئين دجلة كان لعب جناح ومع منتخم مصر بيلعب جناح اللي اشتغل عليه كمهاجم زي ما بيلعب دلوقتي في انتراكت فرانكفورت أو مع الفرق الألمانية كلها اللي لاعب فيها اللي اشتغل عليه كمهاجم في مصر هو أحمد حسان ميدو أحمد حسان ميدو محترف مصري كبير في تاريخ هذه البلد وكرة القدم المصرية لاعب أو اسمي كبير في أوروبا شاف لاعب ناشئ ينفع يبقى واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا فبقى من أحسن المهاجمين في أوروبا فعلا مرموش اللي سافر ألمانيا وعنده هدف يلعب في الدولة الإنجليزية على فاكرة مرموش عنده فريقين نفسه يلعب فيهم في الدولة الإنجليزية فريقين ليفربول عشان هو مسلو الأعلى محمد صلاح ومنشستر وينايتد ما تمنى هلوش يعني يعني اشتغل ليفربول تمام تعدي لكن منشستر وينايتد لا ما فيش مش شايف منشستر وينايتد بيبوز أي لعيب بيروح له يعني منشستر سيتي مش عيب احنا مش بنستبق الأحداث ان شاء الله الأول ربنا يحميه من شر الإصابات ربنا يحميه من نفسه هو عقلية محترمة جدا فان شاء الله يكمل المسيرة مسيرة محمد صلاح نهاردة بقول كنت كاتب على إكس ان عمر مرموش غالما هيكون أغلى لاعب في مصري في أوروبا فقيت الناس ده أخلى بتحاجب انت على طول كده سيبته صلاح انت لازم تعملوا مقارنات انت لازم توقعوا صلاح يا جماعة صلاح حتى هذه اللحظة هو أعظم لاعب في تاريخ مصر نتمنى ييجي أعظم وأعظم يبقى عندنا أسماء كبيرة بسيرة في كرة القدم المصري لعبه في أوروبا نتمنى بسيستيل هو خلاص كده كده محمد صلاح مرسخ ده دلوقتي فرحانين بمرموش لما بنقول مرموش يبقى أغلى لاعب في مصر وقت ما صلاح راح ليفربول كان باربعين مليون يورو الرقم ده كان في 2017-2018 الأرقام دي بالأسعار بالتفاصيل والحاجات اللي اتغيرت في السنين اللي فاتت دي كلها بقت أرقام قليلة جدا فمرموش لو انتقل للدور الإنجليزي هيروح برقم الدعب في الرقم ده واكتر فساعتها هنقول مرموش بقى أغلى لاعب في تاريخ مصر مرموش أعظم لاعب في تاريخ مصر عشان يبقى أعظم لاعب في تاريخ مصر لازم يعمل هذه المسيرة الطويلة العظيمة اللي عملها محمد صلاح وهي كده مش مقارنة وحشة دي مقارنة عظيمة انت متخيل عندك صلاح في الدور الإنجليزي متوحش وحش الدور الإنجليزي محمد صلاح في الدور الألماني في عمر مرموش وحش الدور الألماني اتنين مصريين نفرح بيهم كده ونبقى فخورين وفرحانين بيهم ترجمة نانسي قنقر